التمادي في الخطأ عمله آدم وحاول أنت المشكلة رب لأنك أنت اللي جعلت المرأة معي وحاولت يقول له الحية غرطني فأكلت فالمشكلة مشكلة الله لا المشكلة مش مشكلة الله الله الداني العقل عشان أفكر الداني الوصية عشان تأمل فيها الداني عشان أشوف اللي بيقول الله بيعلن عن طبيعة الله ولا لا طبيعة الحياة يعني لو واحد جاء بيقول لي يعني أفتكر مرة دي قصة حصلت معايا يا ابني كنت بعمل حاجة في الكهرباء يعني أعرف شوها في الكهرباء فالمهم كانت الكهرباء مفتوحة وجاء نظيف يتغدى فكانت الكهرباء دي جنب قط الصفرة فأنا قلت لبارك ابني لو مساكت لو جعدت هنا ممكن تموت فالمهم هو فاكر أنه لو جعدت في المكان ده يموت لأن يلمس الكهرب ده التحذير اللي أنا حذرته منه فبعد ما يجينا أن يتغدى كنت أنا خلصت الكهرباء وحطتها مكانها لأنه كانت مفتوحة لما قلت له كده فتحها وعملت مكانها فبقول له أقعد هنا فجال لي بابا أنت عايز نموت ليه لأنه أنا قلت له لو جعدت هنا هتموت هو لسه فاكر أن المكان ده مرتبط منه قلت له لأ أنا خلص صلحتها فالفكرة هنا إيه مارك اللي عمله أنا قلت له لو جعدت هنا هتموت لما جيته قلت له أقعد هنا تاني فجال لي أنت غيرت رأيك أنت عايز نموت فهنا الفكرة إيه الله وكان طفل صغير فهنا الله عايزنا أعملي عايزنا أفكر هل الله اللي بيديني أمش هل هو فعلا هو ده الله ولا بيغير كل شوية ولا بيبدل كل شوية هل الله ضعيف عايزنا أحميه ولا هو اللي بيحميني هل الله منتظر مني أكتل الناس عشان نرضيه وخلي بالله الجسيس نظار دي كانت عبادة موجودة في الوسانية وفي العاد القديم وعشان كده الله عالج الحكاية دي يمكن في ميخة ستة لما بيقوله كده بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أعطي ابني عن معصيتي ثمر الجسدي عن خطية نفسي فربنا قال له لا الله مش عايزك تكتل الناس عشان ترديني الله مش عايزك تجدم حتى ابنك عشان ترديني الله مش عايز تجيز ابنك ولا بنتك في النار عشان ترديني الله مش عايزك تحط حزام ناس في حواليه نفسك وتروح تفجر الناس الكفار عشان ترديني لأن الله قادر أنه يعاقب وقادر أنه هو يدين مش عايزني أنا أحميه هو اللي يقدر يحميني